اليوم راح أحللكم الأسئلة الوزارية وأجمعلكم شكو سؤال الوزاري جاي بخصوص التعاريف طبعا سؤال التعاريف الغالب يجي السؤال الثالث هذا وطبعا تعرفها من الديفينيشنز طريرتين مرات يجيب لك الكلمات فوق هو يجيب لك فراغات وانت لازم يجيب الكلمات تجوه تنزل من جوه مرات لا ما يجيب لك ياه مثل هذا التنبين شوف هذا أحد الأسئلة الوزارية في أحد السنين ما يجيب لك كل شيء هذا فراغات أنت اللي لازم تكتبه طيب شلون نحفظ هاي التعاريف وين هنا موجودات بالكتاب وريد حل هنا الوزاري راح أترككم مع الفيديو وراح تستمتعون جدا إن شاء الله ونطيك مفتاحة لكل جميل وخليك وين بعلمك بعض الناس ينطيك مرشحات يقلك يقرأها ترى هاي ما تفيدك والله ترسب والله ترسب وتطلع دور ثاني وثالث ورابع والله لذلك اقرأ التعاريف اللي موجودات بالكتاب وضبط أمورك ولا ظل تعتمد على المرشحات ترى هي مو لعبة مالكرة قدم ونطيك مرشحات وترشيحات وترى هي مو لعبة طوبتها هذا مستقبلك اقرأ المادة كلها لا تتعوف شيء أترككم مع الأسئلة الوزارية وحلولها والتعاريف جميع تعاريف الكتاب في فيديو واحد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي ولا تنسى الدعاء اللي علمتك عليه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة أسأل الله أني وفقكم يا رب طيب اليوم التعاريف كلش سهلة ويايا لأنه أصلا أنا راح أعطيكم مفتاح حل لكل جملة طيب عندك مثلا جملة الأولى غمات قراها كلها مني شوف كلمة سيل يبيع تقول أدفورتس إعلان حلو إذن عبنا سيل يبيع أدفورتس إعلان شو نحفظها؟ عيدوا ييا yeyλα سيلي يبيع أدفورتس إعلان سيلي يبيع أدفورتس إعلان سيلي يبيع أدفورتس إيلان سيلي يبيع أدفورتس إعلان helmets تقريب ص Barcelona هنا ما نظا لتعيد وراها تكتبها عشر مرات يعني اتكرر اكثر من مرة انت اعتبر نفسك حفظتها وعلمك على طريقة تمتحن بها نفسك هاي الكتابة الجواب اللي عندي احدثه ماكو اخلي ورقة علي اه خليت ورقة علي وتكتبه انت على الغيب شوف نفسك صح لو غلط شفيت اذا ما كتبت انت وشفت نفسك بالامتهاء راح تخربط به اذا سيل يبيع ادفورتس اعلان عندي waiting ينتظر cue طابور اللي هو يعني السرة اذا من اشوف كلمة من اشوف كلمة waiting ينتظر cue معناها سرة عندي من اشوف كلمة clean وينظف teeth brush فرشات الاسنان بيش الواحد ينظف ينظف tooth brush من اشوف كلمة help يعني يعاون او يساعد عندك helpful معناها متعاون خمسة سيارة تتحرك شن هو اللي يخلي السيارة تتحرك يأما تقدر تقول engine أو يأما تقول full يأما الوقود أو المحرك يجيب لك يهن وحده من عدن زينا استاذ أنا شاكتب بالامتحان أي وحدة تكتبها صح مو مشكلة بس مرات تجيك يعني مثلا اختيارات يعني مثلا نقول لك engine low على سبيل المثال tooth brush car move خلي سيارة تتحرك شفت فأنت لازم تحفظ لنا كنينة تحفظ اللي engine وتحفظ اللي فو من نشوف كلمة wide معناها عريض عكس هيريد تقول لها نارو أنت من نشوف wide عريض تقول لها نارو معناها ضيق سبعة من نشوف كلمة spare time يعني وقت فراغ تقول لها هوبي لأن الواحد لما عنده وقت فراغ شو رح يسوي رح يعمل هوائي 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 من نشوف كلمة activities يعني نشاطات تقول لها هنا athletics 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 ألعاب القوة من نشوف funny مضحك funny مضحك تقول لها comedy اللي هي الكوميدي المضحك طيب من نشوف هوبي هواية ورفر نهار يعني هواية وياها نهار تقول لها صيد السمك اللي هو الفيشنج اللي هو الفيشنج طيب من نشوف كلمة writer كاتب تقول لها author اللي هي معناها مؤلف والمؤلف والكاتب نفس الشي من نشوف funny picture يعني صور مضحكة تقول لها الكارتون فيلام الكارتون اللي هي الضحك 13 من نشوف person يعني شخص person شخص تقول لها character يعني شخصية يعني الperson هو نفسه شخصية أقول هذا شخصيته قوية يعني هذا الشخص عنده شخصية قوية فإذن person شخص وcharacter يعني شخصية من نشوف كلمة sing يغني music موسيقى يعني يغني الموسيقى وين بالكونسيرت اللي هي حفلة موسيقية إذن يغني music sing music أقل كونسيرت اللي هي حفلة موسيقية أيضا طبعا بالسؤال بالامتحان يقول لك write the words that much definities مرات يجيب لك الكلمات فوق ويريدك تنزلهم جو ومرات ما يجيب لك هم لازم أنت تكتبهم من نشوف كلمة kills يقتل birds يقتل الطيور تقول لها هي الطيور الجارح أو طبعا تقدر تقول الطيور المفترسة المفترسة نفس الشي الطيور المفترسة وطيور الجارح طيب من نشوف كلمة save من عكسها dangerous خطير save من نشوف sit on horse يعني يجلس على الحصان تقول لها ride يركب إذن sit on horse يجلس على الحصان يعني ride يركب من نشوف كلمة fastest 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 يعني أسرع fastest معناها أسرع من نشوف كلمة fastest أسرع تقول لها الصقر من نشوف كلمة rise wheat يعني رز وحنطة تقول لها krups اللي هي المحاصيل من نشوف كلمة not children يعني مو أطفال تقول لها يعني بالغين شفيت السؤال الآخر من عندك كلمات هذا شوف كلمات فوق تنزلهم جوة يعني هذا اللي بالأحمر شوف هذا يجيب لك ماكو ماكو شوف ماكو ماكو كل شيء أنت اللي لازم تكتبه ومرات تجيب لك يافوق وانت تجي تنزله فالموضوع سهل بس أريدك تحفظ ضيان وطريقة العوض هي الكتابة والتكرار كتابة وتكرار أوكي طيب عندي كلمة quiz show طبعا quiz show يعني برنامج سؤال كوز يعني متحان سؤال شو يعني برنامج برنامج البشير شو بشير شو يعني برنامج البشير كوز شو يعني برنامج سؤال وجوا ديكومنتري يعني وثائقي ديكومنتري وثائقي وذرجو وتوك شو يعني برنامج المشاهير يعني برنامج الحوار السؤال وجوا برنامج المحادثة وكوميدي ذكرنا عليه مضحك الجملة الأولى من نشوف كلمة فني مضحك تحط لك كوميدي جملة الثانية من نشوف يعني شمس ومطر يعني هذا وذر الجو من نشوف كلمة سؤال وجواب قد قللها من نشوف كلمة كونفرزيشن 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 يعني محادثة تقول لها توقشو من نشوف كلمة معلومات تقول لها دكيومنتري منت 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 تري 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 دكيومنتري دكيومنتري طيب طبعا أنا بهنا مكررها متقصد على متحفظها من نشوف كلمة تقول لها ألعاب القوة من نشوف كلمة طول لونج يعني طير رجلين أطوال تقول لها ستورك اللي هو طائر الأقلق من نشوف يونج دير يونج يعني شاب أولد يعني كبير يونج دير يعني غزال بعد صغير تقول لها فون اللي هو الظبي اللي هو ابن الغزالة اللارج طويل بيرد طائر بيرد ديزرت يعني هنا هالكلمة عالمود ما تخطأ بيها تشوف كلمة بيرد ديزرت يعني طائر بالصحراء اللي هو طائر الحبارة طبعا هذا الطائر كانوا قبل يصيدونه العرب ويأكلونه أو معرف إيش بس هو المهم طائر يعيش بالصحراء طائر الحبارة تحفظ لها حبارة 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 ينفسها أصلا بيرد ديزرت صحراء طبعا هذا السؤال جاي وزاري صحيح هو ما موجود هيا كان صحيب الكتاب بس هو جاي وزاري فاركز لعيش السؤال الآخر طبعا هنا يقول لك جد كلمات مناسبة اللي هو التعارف من نشوف كلمة ويد عريض يقل لنا رو ضيق هناك أقول لشوية يقل لك نرو إريد ويد هنا بالعكس فلازم تحفظهم الاثنين وتم بعدها عندك كاوس الأبقار طبعا الكاوس اللي هي تعتبر يعني ماشي نشوف كلمة very old اللي هي old قديم ويونج شاب old قديم يقول لها ancient يعني معناها أيضا قديم without بدون mountain mountain mountains يعني جبال طيب without يعني بلا يعني بدون يعني بلا جبال إذن نقول لها flat يعني مرة جاني السؤال قائل هولندا وقائل bicycle ride bicycle يعني هولندا يركبون bicycle ومنطين اختيارات منطين flat منطين بعد كلمة بدون ما أفكر أقول لها ليش ليش لأنه أنا عندي كلمة ride bicycle وين أنا أقدر أركب بالبايسيكل بالجبال لا بالأرض المسطح الأرض العدلة يعني flat يعني مسطح يعني عدل يعني ما بي جبال من أشوف كلمة يعني المزارعين يزرعون أقل كروبس وهي المحاصيل من أشوف كلمة country produced يعني الدولة تصدر بلد يصدر أقل export اللي هو التصدير اللي هو التصدير فركز لي على هذه الكلمات لأن مهم وراح تجي من أشوف كلمة factory يعني معمل أقل refinery اللي هو المصفة المصفة هو المعمل ما هو أصلاً المصفة هو معمل من أشوف كلمة glow يعني صمغ تقول لها gum وهو أيضا صمغ يعني هذا المراد فانتهى درسنا لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقل